السلام عليكم خوتي وفوتاتي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم أخبار بلادي كما لباكم خوتي الرئيس عبد المجيد تابون كان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لأنه كان هناك اجتماع وفي ذلك الاجتماع رئيس عبد المجيد تابون دير الكثير من التصريحات النارية والقوية جدا لمجرؤة حتى دولة ولا حتى رئيس على قولها رح نطيقكم بعض الملخصات ولكن أهم شيء رح نريكم لحظة ودع رئيس عبد المجيد تابون أثناء مغادرته لنيويورك حيث تم صلحابه بوفد رفيع المستوى كان في استقبله أثناء مغادرته لنيويورك عودة إلى الجزائر أنا أخوتي خاصة نحترف بلي هذا اللقاء الليدر رئيس عبد المجيد تابون ولا لحظر الرئيس عبد المجيد تابون كان مثمرا جدا يعني على الأقل أعطاه واحد البوست ولا واحد نقدر نقوله تيربو للدبوماسية الجزائرية خلاها ولا خلى الدول الأخرى ترى الجزائر بأعين أخرى بأعين الفخر بالنسبة للعرب لأن الرئيس عبد المجيد تابون وفي وقت هرولت المطبعين مع الكيان الصهيوني مثل السعودية للبارح فقط أعلن عنها أم بيس ولا محمد بن سلمان أنه سيطبع رئيس عبد المجيد تابون وصف إسرائيل بالمحتلة أول مرة في هيئة مجلس الأمم قبل ما نبدأ في التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع خوتي أرجوكم باش تدعمونا أفضل دعم قدمونا الضغط على زر الإعجاب وأيضا يشتركوا في هذه القناة خوتي على بيكم هذا الأمر رح يدعمنا بزيف نتصدى الحملات السينيار شكرا لكم في الأول خوتي رح نوريكم بعض الفيديوهات ثم في الأخير نوريكم كيفاه يعني تم استحاب رئيس عبد المجيد تابون من أجل مغادرة نيويورك لأنه كان هناك وفد أرافيا عن مستوى حقنا في الفيديو الأول رح نوريكم رئيس عبد المجيد تابون من مقرر الأمم المتحدة حيث قال يجدد دعمنا لجهود الأمم العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي لمساعدة بعض المفاوضات المباشرة من أجل تنظيم استفتاء بحق الشعب الصحراوي حيث وصف أيضا المغرب بالدولة المحتلة تابعوا مع الفيديو ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991 ووافق عليها الطرفان والتي تظل تنتظر التطبيق وفي ظل هذا الواقع وأمام المحاولات الهدفة إلى خلق شرعية من لا شرعية تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صوني مصداقية قرارتها مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل بقرارتها هو حفظ لهبة هذه المنظمة وفي هذا الإطار أجدد دعمنا لجهود الأمين العام لملظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو قوتوريش ومبعوته الشخصي في مساعي إعادة بحث مصار المفاوضات المباشرة من أجل تنظيم استفتاء يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لقرارات مجلس الأمن كما شفتو خاوتي أيضا من بين التصريحات النارية التي قالها رئيس عبد المجلد تبون هو قال أنه أدعو إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واصفا إسرائيل بالدولة المحتلة تابعوا مع الفيديو كما أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين التي يحظى بإجماع دول ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال وعلى رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تجديد المطالبة وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها وأكرر مع تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم سوف أشترككم في هذا الموضوع الآن سوف أريدكم بعض الفيديوهات لإستحاب مغادرة رئيس عبد المجد تابون وكيف كان تم في استقباله وزراء كبار في أمريكا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس كل هذه الأمور سوف تدعمنا نصدق لكل حملات سنع أنا شكرا جزيلا من مشاهدة وإلى اللقاء وإلى اللقاء وإلى اللقاء